الهجوم الالكتروني الذي استهدف مئات المؤسسات الامريكية والسويدية محط متابعة لا سيما امريكية وقد كلف الرئيس جو بايدن اجهزة المخابرات للبحث عن الجهة المسؤولة عن الهجوم ورغم انه استبعد مسؤولية الحكومة الروسية هدد بان واشنطن سترد اذا ثبت ان موسكو ضالعة في هذه العملية فماذا في اخر المعلومات معنا الان من مدينة توبتن بولاية بنسلفينيا الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الامريكية سكوت اولينجر سيد اولينجر مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار واضح ان هذه الهجمات مستمرة وعدد الشركات التي تتعرض لها يزداد ما الذي يمكن عمله الرئيس بايدن على الاقل لا يعتقد حتى الان بشكل اكيد بان لروسيا علاقة مباشرة بهذه الهجمات ما الذي يمكن عمله لتأمين هذه الشركات على الاقل في المرحلة الحالية اعتقد ان الرئيس بايدن كان حذرا في كلماته اي بمعنى بانه قال ان الحكومة الروسية لم تكن منخرطة ولكن المسؤولون والمحترفون في الاستخبارات يعتقدون بان هذا ربما يعود الى نقابة تسمى ريفوك وهي روسية هي ليست مرتبطة بالحكومة الروسية مباشرة وهي تطلب طبعا فدية واظن بانها تعمل بمعرفة وبعلم من الحكومة الامريكية ولكن ربما هذا لا يتطلب موافقة مباشرة من الرئيس بوتين للهجوم على الولايات المتحدة هذا طبعا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب لان هذه كما قلت نقابة خاصة تطلب الفدة ولكن بالنظر الى المحاولات الاختراق والتي طبعا من خلالها سيعمل الرئيس بايدن مع الاستخبارات وايضا مع السايبر كوم والتي هي احدى القيادات العسكرية للعمل للرد على هذه الهجمات وبسبب طبعا الاختراق الاخير انت ذكرت عصابة او مجموعة تريفوك سيد اولينجر هناك معلومات ايضا عن عصابة او شبكة اخرى تسمى رايفل بحسب ما فهمنا هل هذه الشبكات تعمل بشكل منفرد ام انها تنسق فيما بينها ربما للقيام بهذه الهجمات هناك تنسيق بين هذه المجموعات فهذه المجموعة رايفل تطلب فدا ثم توزع تلك الاموال على مجموعة من النقابة المرتبطة بها او المجموعات الاجرامية وتلك المجموعات الاجرامية تهاجم شركات اخرى وبرامجها ثم ما يحدث هو انهم يقتسمون ما يجنونه من الاموال اذا هم يستعملون الفدية ويحصلون على الاموال وهذا يقدمه طبعا المنافسون وهذا ما ننظر فيه الان طبعا التوقيت الان مع طبعا عضلة نهاية الاسبوع وعيد الاستقلال في الرابع من يوليو فنحن لا نعرف الان مدى الضرر الذي لحق ربما حتى يوم الثلاثة او الاربعاء المقبلين طبعا في قمة جينيف في السادس عشر من الشهر الماضي بين الرئيس بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا موضوع كان موضوعا اساسيا والرئيس بايدن قالها بوضوح لسيد بوتين بانه يجب التعامل بصرامة مع هذه المجموعات او هذه العصابات طيب حتى لو كانت هذه المجموعات تعمل من الاراضي الروسية هل هذا يعني تلقائيا ان روسيا تدعمها او مدفوعة من الحكومة الروسية او شيء من هذا القبيل اعتقد بان هناك احتمالا بان الروس يعرفون بان هذا يجري في بلدهم ولكن هم يجدون بان الوقت ملائم ليتعاموا عن النظر في هذه النشاطات لان هذا يزعج الولايات المتحدة ويعطي بوتين القدرة للقول بان هذا ليس من فعلنا نحن كحكومة ولكن كما قلت الولايات المتحدة بسبب طبعا هذه الهجمات السيبرانية وطلب الفدية وغيرها تعتبر بانه سيكون ردا عليها من مجموعة سيبركوم التي هي تابعة لجيش الامريكي وستحاول ان تضرباتك المجموعات لتعرقل خوادمها وعملها مثل رايفل والمجموعات الروسية السيبرانية لان الامور تخرج عن السيطرة والحكومة الروسية يبدو بانها لا ترغب او لا تريد في مساعدة الولايات المتحدة في هل ما زال معنا السيد أولينجر؟ طيب اعتقد موجود معنا طيب سؤال اخير سيد أولينجر عندما يقول الرئيس بايدن بانه اذا توصلت الولايات المتحدة الى استنتاج بانه روسيا مسؤولة او تعلم او تتغاضى عن مثل هذه الهجمات كيف نتوقع ان يكون الرد برأيك باختصار اعتقد بان الرد سيكون ربما عبر العقوبات ولكن علينا ان نخذ في عين الاعتبار بان الاستخبارات والمعلومات الاستخبارية التي تقول بان روسيا تدعم تلك المجموعات هذا الامر سيكون صعبا اذا اعتقد ان الامر سيستغرق وقتا حتى يمكن لولايات المتحدة ان تقول ان روسيا هي المسؤولة شكرا لك سكوت اولينجر الخبير في شؤون او الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الامريكية كان معنا من مدينة توبتن بولاية بنسلفينة شكرا جزيلا